عند استضافتك على المباشر في قناة عربية صرحت أن حسن شحاته هو أحسن مدرب عربي هذا الشيء الصريح ضار عليك وكثير من الناس وخاصة المدربين هنا المدربين في الجزائر زعفوا منك لما تصرح أن حسن شحاته أحسن مدرب في حين كأن هناك مدربين جزائريين أحسن من شحاته شو كنت أني سأل فيك يلا تفادلوا يا رول لا تفادلوا يا ربح سعدان حال تأهل لحسن شحاته صحيت نتكلموا رياضيا وحسابات رياضيا وحسابات ربح سعدان أقصى حسن شحاته نتدهى بالمونديون حسن شحاته شعندهم كاسي فريقيا مع داخل مصر شفت؟ نتكلموا رياضيا نتكلموا بالعاطفة نتكلموا رابح سعدان نقاد الجزائر المونديال وقصى مصر من المونديال هذه حاجة نعترفوا بها وأنا كنت واحد من اللولي لدي فيليت جمل ماضي بالماضي لا هذا التصريح كان قبل ما يكون جمل بالماضي ساحاً ينادي نحيينه جمل بالماضي يا ربكي نعضرك لا حالياً لما تقول لي أفضل مدرب عربي ولا إفريقي ما نتكلمش بالعاطفة نتكلم أنه كنت موجود مع هذك الفريق وكاسي فريقيا جبناها من المصر وقصينا منتخبات كثيرة وجبناها في وقت حسس الظروف اللي كانت تمر فيها عراق الجزائر وكذا كان عندها طعم خاص جبناها بعضنا وحتى واحد ما أصدقها علينا أنا حالياً بالنسبة لي أن ذرك جمل بالماضي أمضى المدرب ولكن جمل بالماضي ما عندوش نفس الكؤوس كما اللي داهم حسن شحاتا كيفاش سعدان ما عندوش نفس الكؤوس اللي داهم حسن شحاتا خيروا حسن شحاتا وجمل بالماضي ما عندوش نفس الكؤوس اللي داهم حسن شحاتا حنا تكلمنا أنا قلت لك تكلمت يوم المصرحت أنا تحط لي سعدان وتحط لي شحاتا أكيد نقولك شحاتا لأنه عنده كؤوس تحط لي بالماضي وتحط لي شحاتا أكيد نقولك شحاتا رياضياً قلت كدتك بالعاطفة وأنا كنت موجود في كلاسي أفريقيا نقولك بالماري الآن ريادياً حسن شحاتة وجمل بالماضي يبقى حسن شحاتة أفضل مدربين في العرب وفي أفريقيا عنده ثمين كؤوس على ما أظن يا أخي بحطم الرقم إذا ما ضغست